السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم حل مشكلة الفيديو غير مدعوم وانك بتفتح الفيديو علشان يشتغل ومرة واحدة الفيديو بيتوقف عن العمل ويقول لك الفيديو غير مدعوم او هذا الفيديو لا يمكن تشغيله ومشاكل اخرى لا حصرة لها حل كل المشاكل دي بإذن الله في الفيديو ده وفي خطوة واحدة بإذن الله اول خطوة اصدقائي بنروح على متجر جوجل بلاي وبتحمل هذا التطبيق اسمه تحرير الفيديو الزكي وبعدين بتفتح التطبيق وبعدين بنضغط على اختيار وهنا بيكون عندنا عدد من الاختيارات ركز معايا بيكون عندك هنا في الوسط تغيير الصيغة بيكون عندك هنا اعادة ترميز بيكون عندك هنا ضغط بتحاول بنحاول اول شي مع اعادة الترميز نضغط عليها وبعدين بتدي سماح بيوصل لي الفيديوهات اللي عندك على الهاتف وبتعمله اعادة ترميز وبيتم حفظه على الهاتف وتحاول تشغيل الفيديو اذا تم تشغيله كده تمام اذا ما اشتغلش بقدر الله وبنروح لتغيير الصيغة تمام نضغط على اي فيديو مثلا بيكون عندك هنا عدد من الصيغة بتختار الصيغة اخرى غير الصيغة اللي هو عليها تمام او بتختار صيغة مثلا amb4 وبتعمل حفظ وبيتم حفظه مرة اخرى على الهاتف بنفس الصيغة ولكن عن طريق البرنامج بيتم تشغيله وممكن تعمل هنا ضغط وبعدين بتعمل حفظ وبعد ما تضغط ضغط وحفظ بيتم ضغطه وحفظه على الهاتف احد الطرق دي بإذن الله هتشتغل معاك وهتحل المشكلة تماما وبإمكانك انك تحزف النسخة القديمة من الفيديو وتستعمل النسخة الجديدة ان شاء الله الطريقة بتزبط معاك يا رب يكون الشرح عفظكم